موسيقى مشاهدين الكرام أوفيا الوطنية الأولى مساء النور أهلا وسهلا بكم كما توقعنا يوم أمس كان الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا راعدية بالمناطق الغربية للبلاد كانت مرفوقة بأمطار بكمية متفوتة سجلت بمدينة الوسلاتية من ولاية القيروان أيضا مع تساقط البرد بهذه المدينة تقريبا ببقية المناطق كانت بكمية ضعيفة إلى متوسطة ممكن أكثر نسبيا بولاية الكاف سجنة كمية هامة 23 بلكسور وأيضا 32 بملك تقريبا بالنسبة لولايات السليانة القاسرين أيضا ولاية سيدي بوزيد ومحليا بالنسبة لمدينة رمادة من ولاية تطوين الأمطار كانت بكمية ضعيفة إلى متوسطة من مليمتر واحد أقصها إلى 13 مليمتر اليوم صباحا كان الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا راعدية محلية بجهة القيروان أيضا برمادة من ولاية تطوين تقس كان قليل السحب صباحا بأغلب مناطق البلاد وبعد ظهر اتكونت مجموعة خلايا راعدية بالمناطق الغربية للبلاد ولي شملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية أخر نهار ومع بداية الليل اليوم عرفنا تراجع تفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس تقريبا قصوة كانت من 30 إلى 34 درجة بالمناطق السحلية في تونس العصم السجنة 32 أقل بدرجتين مقارنتنا بيوم أمس داخل البلاد كانت من 34 إلى 38 درجة ووصلت إلى حدود 40 بأقصى الجنوب مع هبوب رياح الشيلي ليلة فليل يتوصل وضع الجوي ملائما لنزول أمتار موقعا راعدية بالمناطق الغربية للبلاد أيضا مع إمكانية تساقطة البرد بأمكان محدودة الحرارة تقريبا تكون من 22 إلى 27 درجة بالشمال وبالوسط ومن 27 إلى 31 بمناطق الجنوب يوم الغد إن شاء الله يتوصل تقص متغيرا بأغلب الجهات كثيفة سحب بأغلب مناطق البلاد مع أمتار مؤقتا راعدية سنعرف ارتفاع نسبي في درجات الحرارة القصوى في حدود 35 درجة بتنص العصمة بأقصى شمال بنزارة 36 أقل نسبيا بجية الوطن القبلي 32 35 بزغوان بربوع شمال الغربي نتوقع 36 ببازا 35 درجة بجندوبة 36 بالكاف بسليانا 37 بمناطق الوسط بجية الساحل 33 درجة أكثر نسبيا بالقيروان 35 32 بالنسبة للمهدية سيدي بوزيت 34 31 درجة بالنسبة للقاسرين وبالجنوب نتوقع 32 بسفاقس وبقابس 33 بالنسبة لمدنين 37 بتطوين 36 برمادة 37 درجة بالبرمة أيضا بيكبلي 36 بالنسبة لتوزر و33 درجة بالنسبة لقافسة بالنسبة للملاحة والصيد البحري ريح تتوصل من القطع الشرقي تكون شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 20 إلى 25 عقدة تتجاوز مواقعا 30 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر يكون مضطربا بالنسبة لخليز الحمامات وجية الساحل ريح تكون جنوبية شرقية أساسا سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تتجاوز مواقعا 30 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر يكون قليل الاثراب بالنسبة لخليج جابس سريح تكون شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وتتجاوز مواقعا 30 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر يكون قليل الاثراب نخذ فكرة حول الوضع الجوي ببعض البلدان الأجنبية ببلدان المغرب العربي تقصف استقرار بين وكشوت مع حرارة نسبية مرتفعة في حدود 37 درجة حرارة معتدلة بالدربيضاء 28-29 بالنسبة لرباث 32 بالجزائر 36 بالقهرة 32 بترابلوس وحرارة مرتفعة بالبيقاء المقدسة 46 بالمدينة المنورة و42 درجة بالنسبة لمكة المكرمة بالنسبة لبلدان المشرق العربي تقصف مشمس تقريبا بأغلب هذه البلدان حرارة مرتفعة بالكويت 50-43 بالدوحة 45 بأبوذبي 31 بدمشق 32 ببيروت 33 بعمان 44 ببغداد و33 درجة بالقدس الشريف بالنسبة لتوقعات الجوية ببعض البلدان الأوروبية بأوروبا الشرقية نتوقع بإسطنبول 28 درجة 27 بموسكو 34 بأثينا وبيفيانا 32 بروما 22 بأمستردام أمتر بالنسبة لبرلين 23 درجة و21 بكوبنهاجن مع بعض السحب العبرة بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية 22 بلندن 24 بباريس 22 بستوكول 32 بجوناف بجوناف تقس مشمس بمارسيليا 27 درجة 22 ببريكسيل 34 بمدريد وبيلاشبونة 31 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة لنهاية الأسبوع يوم السبت كما نجمع نشوفه بستتواصل الرياح من القطاع الشرقي بكافة السواحل تتواصل قوية نسبيا بسواحلنا الشمالية سرعتها تقريبا من 30 إلى 40 كم في الساعة البحر يتواصل مضطربا السباحة تكون ممكنة مع ملازمة الحذر والحذر الشديد بالنسبة لسواحلنا الشرقية تتواصل ضعيفة إلى معتدلة السباحة ممكنة بالنسبة لحالة السماء تكون مغشات ببعض السحب تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية للبلاد ومرفوقة ببعض الأمطار سنعرف تراجع طفيف في درجة الحرارة مقرنتنا بيوم أمس تقريبا قصوة تكون من 32 إلى 34 درجة بالشمال وبالوسط وبالجنوب تكون من 33 إلى 36 درجة بالنسبة ليوم الأحد تتواصل الرياح من قطع الشرقي بأغلب مناطق البلاد تبقى قوية نسبيا بالشمال ضعيفة إلى معتدلة ببقية تلاجهات البحر يبقى مضطربا بالشمال قليل الأثراب بالنسبة للسواحل الشرقية والحرارة في استقرار باش نعفو ارتفاع نسبي في عنصر الضغط الجوي الشيلي بشيسام فاتدال بقية المؤشرات الجوية شرق شمس يوم الغد بإذن الله في الساعة الخامسة و 47 دقيقة وغروبها في الساعة الساعة الـ 54 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نجم تزور موقع الواب تروا دبل في بوميتيو بونتين تبعثونا ارسلات قصيرة على الرقم 85 أصفر أثناش وإلا تتبعثونا وإلا تتصل برقم الموزع الصوتي عفوا 88 أربعين أربع أصفر كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم مشاهدة منطعة لبقية برامج الوطنية الأولى وتصبحون على محب اشتركوا في القناة